السلام عليكم. نعطيك العافية للجميع. يوم ان شاء الله راح نبلش في جديد رقم ثلاث. قدمي بسيطة عنه قبل ما ندخل. شفنا احنا في بلشنا نكون ديزاينر للداتابيز. نعمل تصميم داتابيز نمشي عليه اثناء عملية البناء. حكينا لابد ان يكون فيه هناك يعني اكثر من تصميم للداتابيز اكثر من ديزاين للداتابيز حسب شو? حسب درجة المطلوبة منا او درجة الديتيلز المطلوبة منا. فشفنا اول نوع معين من التصاميم كان كان مجرد خالي من التفاصيل كان اي ار ديجرام سمناها اي ار ديجرام كان يوصف في الدياتابيز على شكل وعلاقات مدى هاي درسناها بالتفصيل استخدام وشفنا كيف طلع عنا اه رسمة توصف الدياتابيز بشكل مجرد خالي من التفاصيل كان الى مهمة انها هي هاي الرسمة موجهة لمن? لليوزر هو صاحب الدياتابيز حتى نحكي مرحلة هذا اللي انت بدك اياه هاي هي معطيات اللي انت قبتلي اياها بدها الزيادة بدها نقصان بيجي الاتفاق على هاي الرسم بعد هيك ننتقل الى آآ درجة ثانية من التفاصيل الى رسمة ثانية من التفاصيل استخدام داتا موديل الجديد فالشابتر ثلاث بعطينا آآ يعني بعطينا تفاصيل هذا الداتا موديل الجديد اللي فيه آآ او بنتجنا وصف للداتابيز فيه تفاصيل اكثر هون بط نشوف المكونات على شكل ما نصير نشوفها على شكل يعني فيها تفاصيل اكثر صير نحط المقاطع الحروف نعرف مين هي الموجود يعني بالداتابيز المكونة الاساسية لقاعدة البيانات كل تابل ايش يحتوي من صفوف من اعمدة شو هي الشروط الواجب توفرها الواجب توفرها في الداتا حتى يتم تخزينها راحب هاي كلها تفاصيل زيادة ما كانت موجودة في الرسم السابقة رسمة الار داتا موديل فعشان هيك احنا خلال هذا فصل اتفقنا في تو داتا موديل راح نستخدمهم اخذنا اول داتا موديل الاسمه اي اار داتا موديل وكان يطلعني وصف للداتابيز على شكل اوبجيكس وعلاقات بيناتها طبعا تذكروا مناتج الداة موديل اسمه سكيمة فكان نطلعلي سكيمة تفاصيلها قليلة تحكي انها عن الداتا بيز ان جينيرال شو مكونات الداتا بيز بشكل عام اليوم راح نبلش في جديد راح نتعرف او نتعلم على داتا موديل جديدة اسمها هاي راح تطلعلي وصف للداتا بيز اي راح تطلعلي سكيمة للداتا بيز فيها تفاصيل اكثر شوي شو هي التفاصيل زي ما ذكرنا بصير نعرف مين التابلز الموجودة عنا بقاعدة البيانات شو صفات هاي التابلز شو الكونسترينت هاي مهمة شو الشروط الواجب توفرها في الداتا حتى يتم تخزينها راح تلاحظوا بهذا الداتا موديل انه مش بس سكيمة راح تبين معنا هاي اضافة جديدة هاي تفاصيل جديدة موجودة بهذا الداتا موديل شفنا داتا موديل كان ينتج السكيمة هون لا راح يكون السكيمة واضافة للسكيمة راح يكون في الستيت يعني راح نشوف في سنتين السكيمة والستيت او السكيمة لحال حسب ما انت بدك ممتاز هاي مقدمة بسيطة على الوين احنا رايحين ممتاز الان في هناك اه لاحظ هذا بقصد فيه الدياتا موديل هذا الدياتا موديل اللي راح نستخدمه في عملية بناء اه او بناء السكيمة للدياتا بيز وزي ما حكينا شو مكوناته هون بحكي لي شو هي المكونة وعلاقات ما بين هاي شو قصائص كل احدة وشو هي الشروط الواجب توفرها في في البيانات حتى يتم حفظها ناحا ضايق لها فصيل جديدة ما كانت موجودة طبعا اه كمان شوي راح بنمشي بنعرف ليش سموه ليش سموها ليش سموها ليش سموها وصف استخدامي ليش مقصود فيها يعني انا بدي اوصف الدياتا بيز عشكل تابل هيك معنات هنا لما تسمع انت كلمة ليش 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 شاب بفرق ليش يعني تابل فانا بدي اوصف اوصف قاعدة البيانات عشكل تابل مش عشكل اوبجيكت زي هاي الفرق بينك طبعا هون بدو يذكرنا بشغلة مهمة في عنا اكثر بهذا المكان في اكثر من داتا مدل ممكن استخدمه في عملية الوصف اهمها ريليشنال داتا مدل اوكي فلهذا السبب انت بدك تستخدم دي بي ام اس الملائمة والمناسبة لهاي السكيمة طبعا دي بي ام اس الملائمة والمناسب للريليشنال سكيمة شو بسموها ريليشنال دي بي ام اس امثل عليها مين الاوراكل اوكي الاوراكل هو مثال على الريليشنال دي بي ام اس فانت بدك يقدر يتعامل مع ريليشنال سكيمة ممتازة الان في بعض بعض المفاهيم المصطلحات لازم تتكرر معنا نتفق شو اسمها شو عايش بالدل لاحظ زي الريليشن هي نفس الريليشنال تيبل هي نفسها التيبل وضحت انت فقع هاي النقطة وقت ما تسمع ريليشن يعني مقصود فيها الريليشنال تيبل مقصود فيها تيبل يعني الثلاثة لهم نفس المعنى وضحت طيب الكولوم كولوم التيبل هو نفسه الاتريبيوت هو نفسه الفيلد اوكي يوما انا اقول لك ايه التيبل من كم فيلد يتألف يعني انا قصدي كم عامود تتألف يعني انا قصدي من كم اتريبيوت تتألف وضحت شو المقصود نعم رو الها عدة مسميات تابل ريكورد ممكن انا اسألك هذا التيبل كم ريكورد تتألف كم تابل تتألف كم رو تتألف نفس المعنى وضحت هاي راح ايش تتكرر معنى داخل هذا الدياتا موديل ممتاز الان الريليشنال داتا موديل قائم على الريليشن السائب بشكل مبسط وبسيط كيف الاي ار قائم على الابجيكت هون قائم على الريليشن قائم على التيبلز الان بتعرف انا اش يعني التيبل التيبل يتألف من عدة الصحوف من عدة اعمدة الان الريليشنال داتا بيز موديل زي ما قلنا الريليشن التابل هاي نقطة مهمة انتبه عليها اف ريليشن الريليشن اس تابل نط افري تابل اس ريليشن مهمة هاي مش كل تابل هو ريليشن يعني بمعنى اخر الريليشن هي حالة خاصة من التابل ممكن هنتيجيك سؤالة بالامتحان true or false every relation is stable فكر فيها شوي انتب تقرأ not every table is relation شو المقصود فيها هاي مين بقدر يحكيلي شو المقصود ما بدي تفاصيل كثيرة بس يحكيلي يعني شو المقصود الريليشن اس تابل not every table is relation مين بقدر يعلق عليها هاي الجملة انه الريليشن نوع من انواع التابل نعم بمعنى شو بمعنى انا التابل بقصود فيها داخل هذا الدياتا مدر مش اي تابل لأ تابل ضمن شروط معينة وبحث في شروط معينة لازم تنطبق على التابل حتى اسميها الريليشن اوكي لانه احنا قلنا قاعدة البيانات هي ترتيب الدياتا صح انا بهمني الترتيب بهمني في شروط في قواعد تلتزم فيها هذا التابل حتى اقدر احفظ بياناتي فهذا اللي بقصود فيه التابل فيه له شروط شو هي شروط التابل هيا قدامي وضحات اذا التابل لازم يكون له شروط حتى اسميه الريليشن شو اول شرط داخل التابل الواحد كل كولوم له لازم يعني داخل التابل الواحد لازم يكون في عندي عدة كولوم كل كولوم له اسم مختلف عن الاخر يعني ما بقدر اسمي بتابل الستودانت العامود الاول اسميه ستودانت اي دي العامود الثاني اسميه نيم العامود الثالث اسميه نيم هيك غلط كررت اسماء الكولومز داخل التابل الواحد ها بيبطل بصير تابل بدون القواعد وضحات اثنين داخل التابل الواحد ممتاز لان داخل مش بس الكلوم لازم يكون الاسماء مختلفة كمان الصفوف لازم ما تتشابه ممنوع التشابه بين الصفوف وهذا كلام صحيح يعني ما بقدر اني انا اكرر معلومات الطالب مرتين داخل تابل الستودانت الآن بسجل خليني نحكي بسجل الجامعة انت موجود في صف واحد ما اليك توروز في تابل الستودانت بالشعبة اللي انت فيها ملكيش اسمين بالشعبة اليك اسم واحد برقم جامعي واحد صح فهذا المقصود بانه التابل الريلاشن ممنوع تكرار فيها ممتازة الآن القيم الخلايا احنا بنعرف نقطة التقاء الصف مع العامود بالتابل خلية وبدو قلك انه قيمة الخلية اجباري لازم تكون جاي من الدومين الكلهم يعني خانة خليني نحكي نرجع لتيبل الستودانت خانة الستودانت اي دي لازم تكون كلها نمبر يعني مستحيل تحط سترينج صح بالرقم او عمود النام لازم يكون كله ممنوع تدخل ديت او ممنوع تدخل اه صح ممنوع تدخل اه خليه نحكي ارقام ها امر طبيعي انه كل خلية لازم تكون قيمتها جاي من الدومين المقابل لايها وذن ايتش رو ايتش فاليو ان ايتش كولوم مست بي سنجل فاليو هاي مهمة الان بكل خلية بكل صف لازم قيمة الخلية الواحدة شو ما لها تكون منفردة single value one value from redefined domain with each row in each column يعني لازم تكون داخل الخلية الواحدة قيمتها جاي من الدومين من نفس الوقت قيمة single ما تكون اش تومبزت ممنوع تكون تومبزت اذا هاي ابرز شروط وقواعد relation شروط وقواعد ال relation حتى اسميها relation التابل حتى اسميها relation لازم ينطبق عليها هاي الشروط خلينا شوف المثال هاها ها بيعمل له مقارنة ما بين relation وما بين تابل هاذ relation هاذ تابل not relational table هاذ relational table لاحظ اطبق الشروط السابقة كل كلم unique name الصفوف ممنوع التكرار فيها لاحظ على الأقل قيمة الامبلوي اي دي هو بميز مين بميز الصفوف على الأقل هو يعني إذا لقينا كلهم واحد بميز بكفي شو كمان كمان إنه قيمة كل خلية جاي من الدومين المقابلة إلها لاحظ هون character جاي من دومين الامبلوي نيم هاد نمبر جاي من دومين المقابلة إي دي هاد ديت جاي من دومين الامبلوي بي ديت لاحظ هاد character one character لازم كلهم يكون one character جاي من إيش دومين الامبلوي جند فهو ممنوع أدخل رقم صح؟ هو ممنوع أدخل string هو ممنوع أدخل string كمان أو date وضحت الفكرة طيب لاحظ كمان نقطة أخرى الشرط الرابع إنه كل خلية لازم تحتوي عقيمة واحدة single value ممنوع multi value ممنوع هاي بالخلية الواحدة ممتاز شوفون ليش هذا not relational cable خلينا ننتبه ليش أول سبب يعني نطلعوا عليه بإمكان كونكوا تستخرجوا شو الأول السبب شو أول سبب هايو هذا الكلم وهذا الكلم بتشابه بنفس الاسم مخالفة للشرط الأول شو فيه كمان اختلافات شو فيه كمان يعني ممكن نجيب لك هذا سؤال أقول لك هل هذا relational table أم لا هذا الجاب لا شو بحكي لك كل الأسباب تذكرهم هاي أول سبب هذا الكلم بشابه اسم هذا الكلم ممنوع شو فيه كمان مخالفات بهذا table اتطلع هذا الصف واتطلع هذا الصف ما لهم ما لهم مين يفتح الماي نعم متشابهين ممنوع يكون فيه تشابه بين الصفوف لقينا صف الثالث والثائل الأول والثالث متشابهين شو فيه كمان مشاكل فيه هاد انتبه عليه هون هون شو هاي هون مدخل شو لازم يكون دمين ديت فهي كيف مدخلها وهي ديت كمان في عنا مخالفة هون ومخالفة الرابعة هايها شو مدخلي مدخلي قيمتين بنفس الخلية وهذا غلط واذا كل هاي المخالفات الأربعة تثبت لي انه هذا ليس ليس وضحة الفكرة على مين انا بدور راحض وين قوة الداتا يعني مش اي تابل حط البيانات في التابل وانشي عشان هيك انا برد على الاشخاص اللي بيقولولي فياش نتعب حالنا ونستخدم في عملية تخزين ليش ما نخزل باستخدام الاكسل الاكسل ما هو بعطيك زي هيك ريليشنال تابل نط ريليشنال تابل ما بعطيك ريليشن تابل صح؟ فيش شروط وقيود بالاكسل بتمنعك لكن الاكسس روح على الاكسس لا خليك تستخدم هذا النوع بمنعك تستخدم هذا النوع وضحات الفرق وين قوة دي بي اماس ليش انا بقولكو استخدم دي بي اماس في بناء الداتاباز لانه في هناك شروط كمان شروط جاي على الداتا هاي شروط على التابل هاسه كمان شوي المحاضرة الجاي رح نحكي عن كونستريند موجودة بالداتا نفسها تلاحظ وين قوة دي الداتاباز ممتاز في عنا هون ملاحظة بسيطة انه التابل او بالاخص ما فيش عنا مشكلة انه نبدل اماكن الكولوم وما في عنا مشكلة بتبديل اماكن الروز ما في عنا مشكلة تلاحظ هون معطينا التابل الاول والتابل الثاني التابل الاول راح حوله بالتابل الثاني نفسه هو بس بدل الكولومز وبدل الصفوف مفيش عنا مشكلة يعني هذا التابل the same او this relation is the same with this relation انتين the same بس اللهم هون بدلنا الكولومز يعني لا ضير في تبديل الكولوم ولا ضير في تبديل الصفوف بظنة بنفس التابل بس مع محافظة مع مين محافظة على الشروط الاربع اللي ذكرته اوكي محافظة الاربع يعني شو المقصود انا هون بدل بين الامبلوي جندر وبين الامبلوي بيدات بدل حطها هاي هون حطها هاي هون لكن بالمقابل بدك تبدل مين كمان القيم بدلنا الاعمدة بنبدل القيم واحد هاي كليات شلت حطيتها هون وهاي كليات شلت حطيتها هون وضحت الفكرة نفس الفكرة انا بدلت بمين بالصفوف لاحظ هون بدل بين مين ومين لا الصفوف هي هي بدل بالاعمدة فقط اوكي لكن بإمكانك تبدل بين الصفوف بين الاعمدة as you like شلنا مشكلة طيب لكن مع بشارة انك تحافظ على مين تحافظ على الشروط الاربعة ذكرتها طيب الان رح ندخل بتفاصيل الريليشنال داتا بيز انها تتألف من الريليشن وذن اه 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 اذن الريليشنال داتا بيز هي مجموعة تابل الريليشن تابل الريليشنز ماشي كل الريليشن الى اسم مختلف عن الاخر يعني زي اعطيك مثال اه الجامعة الريليشنال داتا بيز للجامعة تتألف من عدة ريليشن ريليشن اسمه ستودان ريليشن اسمه مبلو يي ريليشن اسمه اه مثلا كورس ريليشن اسمه هولز بطلنا نحكي اوبجيكت زي الريليشن لكن ضروري انه داخل داتا بيز الواحدة انه كل تتميز عن الاخرى بيسم مختلف ما بقدر اسمي ريليشن اسمي غلط على طول وهدف الداتا بيز تخزن المعلومات فيها ما كنها يعني كأنك انت فاتح جارورين الجارور الاول حاط فيه مثلا اصابي المثال اوراق العمل لمادة الفيزياء وجارور ثاني حاط فيه اوراق عمل لمادة الفيزياء طيب ايش من ثنتين تحطهم مكان واحد عندك صير دور هون دور هون يعني غلبي وغلط مش ترتيب هذا فهذا من فكرة انه الداتا بيز الواحدة لازم ماشي تتألف من عدة لكن بمسميات مختلفة طيب الان في عنا مصطلح البرائمري هل شو بذكرك البرائمري شو بشبه هناك بال اي ار ديقرام حدا بذي قدر يذكرني البرائمري بالضبط الونيك اتريبيوت ما احنا ذكرنا قلنا الونيك اتريبيوت هو البرائمري هناك بال اي ار قلنا لكل اوبجيك لازم يكون على الاقل على الاقل اتريبيوت واحد او مجموعة اتريبيوت بتعمل على تمييز الانتتي الاول عن الانتتي الاخر نفس الفكرة هون في عنا اتريبيوت واحد او كولوم واحد او مجموعة كولومز تلعب دور تمييز الصف الاول عن الاخر نفسها اوكي ما احنا هي الدياتابيس كانت شكل صارت شكل لا فبالتالي انت كمان كل اي شي بدك تحوله من ال اي ار لهون فاليونيك اتريبيوت كنا نسميها هناك هون شو اصباح يسميها برايماريكي وضحات الفكرة مسميات مختلفة لكن نفس الفكرة ممتاز اتريليشن مست ها برايماريكي هاي امر ضروري لا تخربط فيه كل ريليشن لازم يكون لها وان برايماريكي وان برايماريكي سواء كان احادي او كان مزوج او كان ثلاثي او كان رباعي شو مكان بس عنا وان برايماريكي one primary key زي هناك قلنا نقول لك one unique attribute لكن ممكن يكون أكثر من candidate key صح؟ هو ممكن كمان يكون أكثر من candidate key بس one primary key لازم تختار واحد من بينهم the name of primary key column is underlined نفس الفكرة كيف دك تميزه عن بقية الكلام تحط تحتي خط نفس الفكرة هناك مثال لاحظها table employee على طول بتطلع على أسماء الكلام مين تحطي خط هو ال primary key مين ال primary key هون هاي كيف عرفت تحطي خط underlined فإذن employee ID لحاله هو ال primary key واضحة الفكرة فأنا بقدر أميز الموظف الأول عن الآخر فقط باستخدام الرقم الوظيفي ولاحب نفس الوقت ممنوع التكرار لهذا الرقم ممنوع التكرار ممنوع تكرره لو كررته فيه عندنا خطأ بالdatabase على طول نوقف العمل بالdatabase في عنا خطأ لازم نصلح هذا الاشي هاي الشروط اللي بحكي لك عنا هاي الكونسترين شفت كيف بلشنا نحكي شو ضوابط الداتا ضوابط الstate متى تكون state صحيحة أول ضابط أول constraint لازم تكون قيم ال primary key مختلفة بس إذا حاول دخلت روج ديد بقيمة primary key موجودة على طول بعطين system error على طول بعطين system error نعم حمزة تفضل دكتور في عندك الملوية date أول خلية وآخر خلية متشابهات هيك يعني أنه مش relation ممتاز أول واحد وآخر واحد ممتاز سؤال زميلكم ممتاز هل هون في مخالفة لاحظ في تكرار بين هاي القيمة وهاي القيمة يعني في عنا هون غلط في عنا مخالفة الإجابة لا ليش الإجابة لا لأنه كل نظري لازم يتوجه على primary key الشرط موجه لمن لل primary key مش لأي attribute آخر صح حمزة ليش ما استرعى اهتمامك الأم اللي هون كم مرة متكرر الأم اللي هون بس ما قلت لك هون في غلط في مخالفة لأنه ما في شرط على هاي الكولومز كلياتها الشرط وين فقط موجود على primary key عشان هيك لازم يكون عنا وين primary key مش عنا أكثر من primary key وضحة الفكرة وين الضوابط الموجودة انت بس نمشي شوي بالتابل تقول نعم ضوابط مية بالمية تمام يعني ما فيش اشي منفب منها فهون التكرار مسموح بهذا الكولوم والتكرار مسموح بهذا الكولوم والتكرار مسموح هون والتكرار مسموح هون لكن غير مسموح هون هذا شرط بديهي بالداتابيس هون ممنوع التكرار طلع اذا في عنا تكرار معناته في عنا غلط بالداتابيس لكن هون تتكرر عادي هون تتكرر حتى الزوج بين هاي وهاي تكرر ما فيش علنا مشكلة. لكن ممنوع التكرار هون. هل تحتيه خطة? آآ. طيب. الان احنا هون قدام رسمتين. الرسم الاولى اللي هي والرسم الثاني اللي هي الان بعطينا نصيحة. بيقول لي الرسم الريليشنال داتا مودل اللي فيها تفاصيل كثيرة لا تبلش فيها من الصفر. ما تروح على المعطيات الاولى النصية. لا غلط. بدك تبلش من وين? من الـ لانه كل شغلنا تراكمي. احنا ماشيين في خطوات بناء الـ فمعناته الخطوة الاولى انك تاخذ المعطيات شكل نصي. بعدين تحولها الى رسمة اي ار. بعدين رسمة نفسها. لاحظة انا مسكت المعطى النصي وحورت له الـ اي ار. لان بمسك الـ اي ار نفسه وبحاوله الـ الريليشنال داتا مودل. مش بارجع للمعطى النصي وبصير اشتغل منه غلط. واضحة الفكرة. شو السبب? السبب بسيط. لانه الـ اي ار فيها زبدة الاتفاق بينك وبين الكستمر. صح? ونقطة اخرى وسهلة انك تتعامل مع رسومات افضل ما تتعامل مع نص. فعشان هيك دامن وابدا رسمة الريليشنال داتا مودل بكون مصدرها. مين مصدرها? مصدرها الـ اي ار. مهمة هنا. مصدرها الـ اي ار. مش المعطى النصي الموجود امامنا. وضحة الفكرة اتفقنا. فعشان هيك. الان السلايدات الجاية شو بتتعلمني? بتتعلمني قواعد معينة. احول فيها مكونات الـ اي ار لريليشنال داتا مودل. يعني الانتيتي الموجود بالـ اي ار فيه له قاعدة بالتحويل. الريليشنشيب فيه له قاعدة التحويل. الـ one to one. الـ money to money. الـ one to money. الـ weak entities. كل واحدة من هذول حكيتهم فيه قاعدة لها للتحويل. انا دوري. هسا راح اعطيكو جزء منها. وان شاء الله بالمحاضرة الجاية كمان بكمل بقية الاجزاء. وضحة الفكرة. مش تروح للمعطى النصي غلط. بدك من الـ اي ار تحول لريليشنال داتا مودل. ممتاز. الان بدي ابلش لك بي ايش. نحكي قواعد المكونات الـ اي ار البسيطة. اللي هي الـ entities والاتريبيوت. بس مش راح احكي لك عن الريليشنشيب والـ weak entities والحالات الخاصة لانها بدها وقت. بس راح خلينا نخلص شو قواعد المكونات البسيطة للـ اي ار ومننهي. ممتاز. خلينا نشوف اول اشي الـ regular entities. برأيكو. بيش تتحول الـ entities يعني الـ regular entities مش الـ strong entities مش الـ weak. بحكي عن الـ regular. بيش تتحول. انت مثلا قلت لك عملية ماب بين الـ اي ار واللي الـ relation data model. بيش تتحول بالـ relation data model. الـ entity. يعني الـ student. الـ relation. بالضبط. بساطة. كل الـ entity بالـ اي ار راح تحول الى relation. هذو اللي بحكي لي اياه. الان الـ regular attribute. الـ attribute البسيطة. بالـ اي ار بيش تتحول. يعني الـ student في يو. student ID, student name, student خليني نحكي grade. ماب تو ايش. ماب تو اي ار لا ايش. كلهم? لكلهم. هاي قاعدين نحن مستنتج القواعد ما بعض يمناش بس نقرأ ونحفظ. استنتاج. كل تحول الى تابل. الان كل تحول الى كلهم. ببساطة هاي. طيب. كل يونيك اتريبيوت. هاي حكيناها قبل شوي. ايش تحول بالـ relation data model? يونيك كولوم? لا سميناه برايماريكي. اي برايماريكي اه. صح. كل يونيك اتريبيوت يحول الى برايماريكي. حطينا النقاط على الحروف. بس هي اللي بدنا اياها. خلينا ناخذ المثال التالي. هاي مثال بسيط. في عنا كاستمر فيه. كاستمر اي دي. كاستمر نيم. كاستمر جندر. كاستمر بيدين. حسب القواعد السابقة. الانتيتي تحول الى تابل. هاي حولتها الى تابل. هاي. اسمه كاستمر. طيب هذا التابل كم كولوم فيه? فيه اربعة كولوم. كيف عرفت? انه في عنا اربعة اتريبيوت بالـ ER حولت لها لاربعة كولوم. واحد اتنين تلاتة اربعة. طيب شو في عنا? اليونيك اتريبيوت تحولت الى تحولت الى وضحة الفكرة طبعا نقدر نكتبها بهذا الشكل او نكتبها بهاي الشكل اللي. اوكي? اللي برايحة. نقدر تكتبها بهذا الشكل او بهذا الشكل. اوكي? ممتاز. بس انا متفرجيك درجة التفاصيل. صلنا نحط النقاط على الحروف هاي وين كيف شكلها? مبسطة بسيطة. لكن هون عرفت انها اصبحت تابل فيها الكولوم التالية. هاي ممنوع تكرار فيه. صلنا نشوف الستيت. هون مكناش نشوف الستيت. هون صلنا نشوف الستيت. فيه تفاصيل اكثر. طيب. لاننا نحكي عن الكمبيوت. الكمبيوت كيف بتحول. بساطة بتحكي لك ياها بالعربي. تفرط تفرط الكمبيوت تتحول كل واحدة منهم كل جزء من الكمبيوت الى كلهم. بس هيك ببساطة. شوف المثال ها. لاحظ. نفس المثال السابق. بس شو اختلف عندي? الكستمر فنيم. شو اصباح? كومبيوت. شو بقول لك قاعدة الكمبيوت اذا شفت كومبيوت. افرطه بس. افرطه. بطل نتعامل مع الفنيم. شو نتعامل? مع اجزاء. نتعامل مع اجزاء. الكستمر فيرس نيم والكستمر لازت نيم. بالفعل. هون كستمر فيرس نيم والكستمر لازت نيم. ما ها باهمله. اسم الكمبيوت باهمله. بتعامل مع مين? مع مكوناته. مع الافرة طبعا. طبعا لاحظ ان كانه هون بقول لك بالابليكيشن ابيينها بالفرونت اند ابليكيشن ابيينها لليوزر. احكي هاي مقصود فيها لكن هي مكونات الاساسية الكستمر فيرس نيم والكستمر لازت نيم. طيب اذا في عنا كومبيزيت برايماري كي. كيف بتعامل معي مع نفس الفكرة? بافرط الكومبيزيت برايماري كي. وكل جزء منه بحط تحتيه خط. كل جزء منه بحط تحتيه خط. لاحظ هذا المثال. هاي. هذا شو بسميه? كومبيزيت برايماري كي. كيف بعمل? ما بحطه نفسه بالتابل لا غلط. نزله نفسه لانه كومبيزيت. اسم الكمبيزيت ما بدخله مع يمين? مع التابل. لكن بفرطه. فرطه هاي شو سميته? بلدين والروم نمبر هاي ما جد تسيرته. بهمله. باخد اجزاؤه او باخد الفروع اللي طالعة منه. بلدين والروم نمبر. ومش بس هيك. لانه كومبيزيت برايماري كي. حطيت خط تحت كل واحد منه. حطيت هون خط وهون خط. وضحت الفكرة? بس انتبه علي عن أقطة مهمة. هون عنا وان برايماري كي. وان برايماري كي. مش معنى خطين. في عندي تو برايماري كي. في عندي وان برايماري كي. طب كيف عرفت? لانه ها تحتيه خط وها تحتيه خط. البرايماري كي هو الزوج. ما بين البلدين والروم نمبر. وضحت الفكرة? قضة قاعدة. اي ريليشن تحتوي على وان برايماري كي. حتى لو كان عندي عشر اندر لايم. وان برايماري كي. فوينه? هو الاتحاد بين كل الاندر لايم. وضحت? ننتفق عليها. مش تخربط? في عندي وان برايماري كي. حتى لو كان عندي أكثر من اندر لايم. وضحت? طيب شو تقيت تفسيرها هاي? انه اتحاد هذول الاثنين مع بعض هو يعني البلدين لحاله ليس برايماري كي. الروم نمبر لحاله ليس برايماري كي. اتحادهم مع بعض هو هيك معنى الاندر لايمز اللي موجودهم. وضحت الفكرة? طيب بل علينا الابشينا الاتريبيوت. يعني نحكي السيمبل احنا داعدين. السيمبل. الون اوبشينا الاتريبيوت لاحظ زي مثال التالي. بلوي اي دي سالري البونس. زي ما قلنا هاد تحول الى تيبل. وهاي الى برايماري كي. وهذا الى كولوم اعتيادي. وهاد تحول اوبشينا الاتريبيوت يتحول الى اوبشينا الكلوم. شو يعني اوبشينا الكلوم? يعني فيو نل مسموح النل. هاد غير مسموح النل فيو. هاد غير مسموح النل فيو. هاد مسموح النل فيو. طبعا رح تبين معنى بالشابتر الذي يليه. او الذي يلي يليه. شو يعني اخلي كلهم فيو نل وكلهم ما فيوش نل. احنا لحد الان نحكي هيك هذا يعني مسموح يكون داخل قيم شو نل يعني فراغ بدون قيمة هاي الخليف بدون قيمة لكن هون ممنوع يكون هاد ليس اوبشنال جباري كل قيم تكون مع بي هاي ممنوع الاوبشنال هاد مش اوبشنال كل القيم لازم تكون لها قيمة كلها ممنوع تكون عنا خليف بدون قيمة وضحة شي يعني اوبشنال طيب رح نوقف هون عند سلايد رقم ثلاثة وعشرين لانه رح ندخل بالجد في هذا الموضوع يعني هون رح نحكي شو هي الشروط الواجب توفرها شو الكنسترينت الواجب توفرها في الداتا حتى يتم تخزينها في اي سؤال لحد الان لسلايد رقم اثنين وعشرين بي بي ترجمة نانسي قنقر